أكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي تمسك المجلس والحكومة بأهداف وتطلعات الشعب اليمني في انهاء المعاناة الإنسانية واستعادة مؤسسات الدولة سلما أو حربا وقال الرئيس في تغريدات بمناسبة مرور عام على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي بموجب إعلان نقل السلطة أن المجلس الرئاسي خضع لاختبارات صعبة وها هو اليوم أكثر تماسكاً وتمسكاً بأهداف شعبه وتطلعاته المشروعة في بناء دولته المدنية الجامعة القائمة على أساس العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة وضمان مشاركة المرأة وحسن الجوار وذكر رئيس المجلس القيادة الرئاسي بالتنازلات أو وذكر رئيس المجلس الرئاسي بالتنازلات والمبادرات التي قدمها المجلس والحكومة على مدى 12 شهراً ليعطي مثالاً فريداً في الانحياز لمصالح الناس والتخفيف من معاناتهم بما في ذلك فتح ميناء الحديدة وتوسيع وجهات السفر من مطار صنعاء وتعهده بدفع المرتبات في عموم البلاد قبل أن تختار الميليشيات الحوثية التصعيد وإغلاق باب الأمل الذي نعود الآن لإحيائه بدعم من الأشقاء والأصدقاء وأعرب فخامة الرئيس باسمه وأعضاء المجلس عن عظيم شكره لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وأباقي دول مجلس التعاون الأشقاء العرب والمجتمع الدولي على التضامن والدعم الذي حظي به مجلس القيادة الرئاسي مجددا ومجددا الالتزام بالعمل معا من أجل صناعة السلام المستدام والمستقبل الآمن الذي يستحقه شعبنا